بنتكلم الآن على العمليات على المصفوفات عملية الجمع والطرح والضرب اللي في عملية الجمع للمصفوفات أو المصفوفة إيه والمصفوفة بيه أو أطرحهم لابد أن تكون المصفوفتين من نفس الردبة يعني لو المصفوفة إيه مثلاً اتنين في تلاتة لازم المصفوفة بيه أيضاً تكون اتنين في التلاتة عشان أقدر أن أنا أجمع وأطرح المصفوفتين دول أما أجدرب عدد في مصفوفة أضربه في كل عناصر المصفوفة أنا أستخدم عملية التوزيع تعالوا نشوف هنا كده في هذا المثال وهيوضح لنا إن شاء الله عاوز يجيب ناتج ضرب الخمسة في المصفوفة وبعد كده طرح المصفوفة التانية فإحنا نقدر نحل السؤال ده في الاختبار لو جالي في قياس نحله بخطوة واحدة بمجرد النظر إزاي لو ضربت الخمسة في سالب الواحد يعطيني سالب الخمسة وبعدين أطرح منها العنصر الأول سالب الخمسة وسالب الأربعة يعطيني سالب تسعة يعطيني كم سالب تسعة وأشوفوا الخيارات إيه العدد اللي فيه سالب تسعة في الخيارات ما في إلا إجابة واحدة فقط اللي فيها سالب تسعة يبقى هذا هو الجواب الصحيح وأنا في الاختبار لكن إحنا الآن مش في الاختبار أنا عاوز أكمل تعالوا نكمل معاكم عملية الضرب الأول لو أنا ضربت الخمسة في سالب الواحد زي ما أنا ضربتها كده الخمسة في سالب الواحد بسالب الخمسة وأضرب الخمسة في صفر بصفر وبعدين الخمسة في الأربعة بعشرين وبعدين الخمسة في اتنين بعشرة خلصت ضرب الخمسة أولو ناقص المصفوفة الثانية كما هي أربعة واثنين وسالب الواحد والصفر الآن عملية الطرح أطرح كل عنصر من نظير وإحنا بنسبت عندكم المفهوم سالب الخمسة وسالب الأربعة طبعا عدد سالب مع عدد سالب يديني سالب التسعة الصفر ناقص 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 فناقص يصير موجب الصفر زائد الواحد يساوي الواحد اللي بعده أطرح العشرين ناقص اتنين عشرين ناقص اتنين تعطيني تمنتاشر آخر خطوة أطرح العشرة ناقص صفر طبعا بتعطيني العدد عشرة ولو أنا لحظت الإجابة التي تعطيها هي نفس الإجابة الألف اشتركوا في القناة